هلو ازايكم عطارد القوس هو عطارد في الوبال كلمة في الوبال معناها في الضرر وكلمة الضرر معناها ان الكوكب لا يستطيع ان يعطي القوة بشكل واضح عطارد هو رسول الالهة وهو الرسائل وهو المكلمات وهو المعلومات والتواصل وكده فلما الرسائل والمكلمات والتواصل والمعلومات والكتب تكون في الضرر معناها انه بيبعت الرسائل غلط بيكتب الارقام بتاع الحسابات البنكية غلط بيحول الرصيد لشخص غلط بيعمل جروبات بالغلط بينشر ملفات بالغلط بيذاكر غلط بينمو هو بيذاكر فشل في المذاكرة بيغش في الامدحانات يحب الغش يستكشف اشياء لا يجب انه يستكشفها عطارد القوس عطارد يعني ايه زبالة شوي هو مش زبالة شويتين هو زبالة خمسة وخمسين شوي ويجب ان احنا كلنا نجتمع ونعترف بكل عيوب عطارد القوس سكت عنكم كتير يعني صبرت كتير سبرت وسكت وتحملت عطارد القوس عطارد القوس ينسى عطارد القوس يشتري كتب وما بيذاكرهاش كرسات وما يذاكرهاش محاضرات وما يذاكرهاش يبحث عن المعلومات واذا وجدها يقرأها قراءة سطحية ويطلع تافه مثله عليها ولا يخدم العلم بشكل قوي ممكن يشتري لك كتب ممكن يبيع كتب عطارد القوس كالحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله شايل على ظهره خمسمائة كتاب شايل على ظهره سبعمائة ألف كورس وسبعمائة ألف قاموس وسبعمائة ألف مجلد وسبعمائة ألف مكتبة بسبعمائة ألف لغة ومع ذلك لا يقرأهم ولا يفهم فيهم شيئا ولا يطلع عليهم كالحمار يحمل أصفارا طيارة شايلة كتب الله أعلم بقى الكتب دي فيها إيه هو طيارة وخلاك كده عطارد القوس يعرف عن الكتاب اسمه فقط ولا يعرف محتوات الكتاب عطارد القوس هو شركة الشحن والبريد والطروض اللي بتوصل الكتب مش هيعود يعرف هو فيها هو يجيبها لك بس يجيب لك لأيقول لك خد انت وذاكر انت انت ذكر وفي الله وانبسط وحلل عليك العلم وحلل عليك المذاكرة وحلل عليه هو التفكير قل له نكتة قل له كده كلمة كلمة والله ما حد ضيعنا الله أعطارد القوس يا مين بالله يا مين بالله ما حد ضيعنا في التاريخ وفي الجورة في الله أعطارد القوس يقطع عطارد القوس والليهم اللي شفنا فيه عطارد القوس كان يومزره على العموم عطارد القوس يعني يطلب من الآخرين إكمال ما بدأه ويبتدي في قراءة الكتاب ولا يصل إلى نهايته وينتقل إلى كتاب غيره ولا يكمل السطر ولا يكمل الصفحة ولا يكمل الكلمة ومشوش ملهوك عنده وشة دماغه دي كده فيها كلب سعرانة بتجرب جوا بعضية يعني عطارد القوس وعطارد الحمل جزمتين لا يتخيروا عن بعض عطارد القوس وعطارد الحوت أيضا جزمتين لا يتخيروا عن بعض أنا بكلمك بمنتهى الصراحة والوضوح ومن بيحب شاك دب والكتب خيبة واللي كتبه ودخله النقر باختصار عطارد القوس ده هو اللي هينسى هو اللي هيتشتت هو اللي هيكون سطحي هو اللي مش هيتأكد من الأمر هو اللي لا يستقصي ولا يبحث ولا يدخل في أعماق الأمور ولا يفهمها بشكل تفصيلي وأحيانا يساوي الأمور ببعضها ولا يدرك الفروقات البسيطة بين الأشياء زيد زي عبيد أحمد زي إبراهيم جعفر زي مرسي كله زي بعضه كنت فاهم لا يا عم ما ينفعش كله زي بعضه ممكن فيه فروقات ممكن فيه أشياء لازم تاخد بلك منها عطارد القوس هو اللي بياخد دوة لكل الأمرأة عارف اللي هو البيت بذور البرهيم لما بتقوله عندك عندك فكس يعني بذور البرهيم كان بتقوله المزيع عندك فكس او فكس ده بيستخدموا لكل حاجة ويدنك بتوجعك خد فكس رجلك بتوجعك خد فكس بطنك بتوجعك خد فكس والبطن مكان البنكرياز ليلا سودة ليلا سودة ليلا سودة لو رحت تعالجت عنده دكتور عنده عطارد القوس هيلبسك في الحط ما هي أهمية عطارد القوس في الحياة بصراحة هو مليش أهمية بس إحنا عشان نكذب وعلشان يعني يعني انت فاهم نحيلهم شوية وعشان يعني ناخد بإيدهم كده ونطبطب عليهم اه يا ممي اعترض القوس بيفهم في الطريق ويفهم في الاستكشاف في الجبال وفي البر وفي الغابات يعرف الطرق وكده يعرف لو سافر بلد تاني يحفظ الطريق فيها ويحفظ الكلام اللي في الطريق ويحفظ اليفطة اللي في الطريق ولو فيه يفطة في الطريق يعرف اسمها ومكانها اه هو زي جيب اس كده زي الخرايط بتاع جوجل هو ده عطارد القوس ممكن نسميه جوجل خرايط جوجل مابس فهو جوجل مابس ده يعرف لك الطريق بس لكن ايه اللي كوه على الطرق ما يعرف? ايه اللي حصل? ما معرفش هو كده ملخبط. هو ده جوجل مابس. انا خلاص انا هسمي اعترض القوس و جوجل مابس خلاص. ده الاسم اللي عندي. ما عنديش اي اسمات انا قدر اقولها كتر من كده. اه لا انكر انه اعترض القوس ضره اكبر من نفعه. ولا انكر انه مشكل جيء. ولا انكر انه اهبأل وعبيد وبينسى ونكبنة. كويس انه ما نسي سرواله. كويس انه ما نسي سرواله. كويس انه بيفتك رئيه بالسرواله واطلع بالرنبه. اعترض ده. اوه يا اوه. اوه طيب اما بقيت فيكم ولا خليه الطيب. اش سوا? من الممكن الاستفادة من سرعة الكلأ. وسرعة التفكيق. وسرعة ردة الفعل. وسرعة القرار. والسرعة. السرعة. فلزاكرة. الزاكرة السريعة. والنسيان السريح. حفز السريح. والنسيان السريح. التعرف السريع والنسان السريع يعني. يقول لك ايوة موافق تم تم وتم دي يعني تم دي عد علي بكرة. ازا كان اعترض هو الموعيد فان اعترض القوس في الوبال هو لخبطة الموعيد. اه هو الانسان اللي بيدي وعد ويخلق. ويسوى في اسحب عليه. هجيل اعد عليك بكرة. طالما قال لك اعد عليك بكرة يبقى يعد عليك كمان سنة. يقطع الكفر هو المشركي. يا رجل تعبنا من اعترض القوس ده. اه اه لو كان عندك موظف اعترض القوس اعرف ان الموظف ده موظف اه شل. وبييجي الشغل متاخر ويمشي ويمشي بدري وما بيعودش في الشغل. وفيه كل العيوب وفيه كل البدع وفيه كل المنكرات وما ينفعش يكون منضبط ولا ملتزم. اعترض القوس ده واحد خلا مرفوع عنه القلق. يعني مرفوع عنه النمار. ما ينفعش تتمش وراه. يعني حتى هو بيسوق السيارة يجب لك مخالفات كتيرة في الطريق. هو الطريق هو عطارد. او القوس اه يعني له علاقة بالسفر والطرحال والمشي. وعطارد له علاقة ايضا بالمشي او بالسير في الطرقات. فيجب مخالفات في الطريقتي مخالفات اه مرورية. يتصور انه مسرع ويتصور انه كسر الاشارة ويتصور انه مش عارف ماشي في اتجاه غلط. مصايب 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 مصايب. مصايب يعني يدوبك الدماغ يدوبك. الزكاء يدوبك. الزاكرة يدوبك. في وشة. العطارد ده في نكبة. زي وزي عطارد الحوت كده في وشة في موسيقى.